ألقت السلطات الأمنية في الجزائر العاصمة القبض على ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة وحيدة قروج التي تعد واحدة من أهم المؤثرات في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك ليلة رأس السنة بحسب وسائل الإعلام الجزائرية التي نقلت عن عدة مصادر رسمية تم القبض على قروج ليلة رأس السنة بعد أن تم اقتحام منزلها والعثور على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين ومبالغ مالية ضخمة تم إحالة المتهمة رفقة ضراضيعها سبعة أشهر للتحقيق في الواقع حيث تم إخضاعها للتحقيق الذي أفضى إلى قرار بحبسها مؤقتا تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي بشكل لافت مع قضية وحيدة قروج ملكة جمال شمال إفريقيا في هذا الصياق تداولت صفحات محلية منشورا ساخرا حول القضية حيث نشرت صفحة عرب قسنطينا على فيسبوك صورة لوحيدة قروج ورضيعها وزوجها وارفقتها بالتعليق التالي قصة نجاح أخر زمن المسمى وحيدة قروج ملكة جمال وعرضة أزياء كانت بالأمس ضيفة في قناة النهار لتحتفل بليلة رأس السنة الميلادية وتحكي بما يسمى قصة نجاحها لكي تلهم فتيات هذا الجيل باتباع طريقتها للنجاح في ذات الصياق ألقت صفحة المجتمع والناس على موقع فيسبوك اللوم على الإعلام واعتبرته مشاركا في الجريمة السبب أنه في ليلة هذه الحادثة كانت ضيفة إحدى القنوات التلفزيونية المحلية في الجزائر للحديث عن قصة نجاحها عبر تويتر كتب حساب شوكوبيستان ملكة جمال الجزائر وحيدة قروج البارحة كانت على شاشة قناة خاصة في حصة مسجلة بمناسبة رأس السنة الميلادية وليلا تم اقتحام منزلها وتحويلها للسجن الاحتياطي بتهمة المتاجرة بالكوكيين الذي وجد في منزلها مع مبالغ مالية ضخمة في حين زوجها في حالة فرار اشتهرت قروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حصولها على لقب ملكة جمال التراث الإفريقي أنتم متابعين ما رأيكم بقصتها وهل بالفعل هي متهمة؟ شاركونا أراءكم